خلينا نروح للمفاجأة وفتكروا التاريخ ده كويس جدا خمسة سابعة نحن النهاردة السادسة حلقة خمسة يوليو من يومين اتكلمت لما حضرتكم على بعض التقارير اللي قالت انه كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو في طريقه لمغادرة الأول ترافرد هيصير فريق منشستر يونيتد الرجل عنده طموح كبير جدا انه يلعب او يحقق بطولة شامبيونز ليج وبالتالي منشستر يونيتد السيزن اللي جاي او الموسم اللي جاي اللي قد يكون الاخير قد يكون الاخير في مشوار كريستيانو رونالدو في الملاعب مش هيلعب في الشامبيونز ليج الكلام اللي اتطرح في 72 ساعة الاخيرة مثلا او خلينا نقول في الاسبوع اللي فات ده وانا يمكن عرضتها لحضرتكم هنا في واحدة من حلقات السادسة الاسبوع ده تقارير بتقول اهتمام ثلاث اندية بكريستيانو رونالدو في مقدمتهم تشلسي او ثلاث اندية ارتبطت اسمقهم باسم كريستيانو رونالدو في مقدمتهم تشلسي وفي مقدمتهم باير ميونيخ وفي مقدمتهم ايضا نابل التلاتة اعلنوا عن في فترة من فترات عن اهتمامهم بشكل كبير جدا بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو باير ميونيخ طلع برا الصورة وقال انه تكلفة كريستيانو رونالدو هتبقى كبيرة جدا على ميزانيتنا وتعمل مشاكل جوه الفرقة تشلسي قد يكون قادر على انه يتحمل تكلفة كريستيانو رونالدو ولكن فكرة انه يلعب جوه انجلترا لفريق تاني غير منشستر يونيتد تخلينا نستبعد شوية الاحتمال ده وفي بعض التقارير كمان رصدت انه توماس دخل مكانش مرحب قوي بالفكرة نابولي واحد من الفرقة اللي هتلعب في تشامبينز ليج لكن بحسابات رونالدو اعتقد انه عارف كويس قوي انه نابولي بعيد كل البعد عن المنافسة لانه قصة مش قصة انه يلعب تشامبينز ليج عايز يحقق اللقب عايز يفوز مع النادي اللي هيلعب له باللقب فبالتالي التلات اندية دول تقريبا مستبعدين المفاجأة اللي ممكن تكون قنبلت الموسم وفتكروا ان انا يمكن اول حد طرح على حضرتكم الخبر ده اللي جاي لنا من كتالونيا من بارشتونا مباشرة انه فيه اهتمام كبير جدا من لابورتا ومن مسئولي بارشتونا بعد ما خده موافقة شابي بانتداب كريستيانو رونالدو وقد يكون الاحتمال الاقرب للحدوث هو بنسبة 70-80% لانه طبعا البرسا كمان بيحاول يرد على فكرة رفض الباي ميونيخ انه يديله روبرت ليفندوسكي فبالتالي لقوا فيه كريستيانو رونالدو الضلة المنشودة التي يبحث عنها نادي بارشتونا لمحاولة العودة مرة تانية لمنصات التتويق وقد تكون الصفقة دي هي ام صفقات الموسم انا اعتقد انها ممكن تفوق في اهميتها صفقة ايرلينج هالند مع مانشستي سيتي وداروين نونيز مع ليفربول لكن الاحداث هتاخدنا